السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل الوحدة وحدة الشغل والقدرة والطاقة ورأينا مما سبق أن الشغل المفزول على جسم بواسطة قوة هذه القوة محاصلتها F قوة منتظمة ضمان مقدرة F ترتبط بهذه القوة ترتبط بالتغير في الإزاح يعني الشغل مرتبط بالإزاح ممكن يكون في قوة لكن محاصلة القوة اللي بتأثر على الجسم الـ 0 وبالتالي ليس هناك شغل يعني ما فيش إزاح كذلك التغير في السرعة إذا زادت السرعة فإن الشغل الكلي بيكون موجب إذا هناك قوة وهذه القوة تؤدي إلى تغير في الإزاح وبالتالي تغير في السرعة وإذا زادت السرعة فإن الشغل الكلي يكون موجب والعكس إذا تناقصت السرعة تناقصت الإزاحة وبالتالي تناقصت السرعة فإن الشغل كله يكون سالب احنا طبعا الشغل لو طبقنا قانين يوتين الثاني القوة المؤسرة على جسم هذه القوة من مجلب الرمز Fx يعني قوة خارجية طبعا القوة الخارجية دي بتساوي كتلة هذا الجسم في التسارع هذه الكتلة وهذه التسارع إزاحة الكلية التي تحركها الجسم هي دي وبالتالي الشغل هحاصل ضرب القوة في الإزاح والقوة بيساوي mA يبقى mA في الدي ومن معلومات سابقة معروف إن جسمة حرك تحت أسين عجلة سابتة يبقى fx x-index كده بيساوي الكتلة في التسارع طبعا هنا احنا عندنا بنحاول نوجد علاقة بين الشغل وطاقة الحركة هنعون معادل الشغل بقى يبقى القوة الشغل يساوي القوة في الإزاحة يعني mA في الدي طبعا معروف لنا من المعادلات اللي احنا خدناها قبل كده إنه الإزاحة تساوي نص V1 اللي هي السرعة الابتدائية زاد السرعة النهائية يعني متوسط مدام على اتنين في الزمن يدين يمين يدين المسافة والتسارع عبارة عن السرعة النهائية مينس السرعة الابتدائية يعني التغير في الفي على فترة الزمنية دي يديني تسارع ديني ايه التسارع في هذه حالة الشغل بيسوي هنعود عطول عن الA هنعود عن الA ادي الM وادي الA اللي هي دي ثم مدروبة في مين مدروبة في نص اللي هي دي عبارة عن دي اللي هي المسافة ممكن نرمز لب الرمز دي أو R أو أي أن كان نضامه معض تمام يبقى نحن عوضنا عن الA وعوضنا عن الD وبالتالي احنا بنصر المعادلة دي المعادلة بتقول إن الشغل اللي هي القوة في الإزاحة يسوي نص M زائد نص M V آي آسف هنا زائد نص V F وبالتالي الشغل بيسوي طبعا نص V آي تمام دي عبارة عند كله اسمه طاقة الحركية طاقة الحركية اللي بيسموها K آي تمام طبعا هنا لازم احنا مدام طاقة حركية بنص V آي تربيع أو تمام احنا طبعا يببحنا اختصارنا الكلام ده كله عشان يببحنا شوف بس هنا طاقة الحركة دائما موجبة ولكن طاقة الحركة ممكن أن يكون سالبا أو موجبا أو سفر يعني دي اشارة سالبة احنا اللي حنعمل الآتي أو شغل قوة في مسافة قوة في ازاح قوة في مين في ازاح وخدنا قبل كده انو انو V F تربية ساوي V I تربية زائد اتنين A في D يبقى الاي عبارة عن ايه الاي تساوي تساوي على طول ايه تساوي V F تربية مينس V I تربية V F تربية مينس V I تربية على اتنين D ده عبارة عن التسارع والقوة تساوي كتلة في تسارع كتلة في مين في تسارع وفي هذه الحالة يبقى نضرب ال M في F تربيع مينس V I تربيع على 2D لاب لو ضربنا هنا في D لو ضربنا ضربين في D لو ضربنا في D يديني الشغل يبقى ده الشغل يساوي ولو ضربنا هنا في D ده يبقى نص M V F تربيع مينس نص M V I تربيع يبقى ده مينس خطأ مطبعي ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه التغير في طاقة الحركة يعني دلتا A K او بنرمج لها احيانا طاقة الحركة دلتا A K يعني دلتا A K او دلتا K E او دلتا A K E او دلتا K E وبالتالي الشغل ده اللي هو بيساوه نص M V F تربيع مينس نص M V I تربيع يأما يكون موجب لو كانت الضغط الحركة النهائية اكبر من ضغط الحركة البتدائية او يكون سالب لو كان العكس ضغط الحركة النهائية اقل من ضغط الحركة البتدائية او سفلهم اترين كانوا كدبع طبعا يبقى ضغط الحركة عبارة عنه تساوي حاصل ضرب نصف كتلة الجسم في مربع سرعة الجسم العلاقة بين الشغل والمبزول والتغير في الطاقة الناتجة تم تحديدها في القرن التاسع عشر على يد العالم اسمه جول وبالتالي وحدة الشغل هي جول نسبة لهذا العالم الشغل يساوي التغير في طاقة الحركة اهو احنا وجدناها قبل كده الشغل يساوي قادي القانون الشغل يساوي دلتا كي اللي يساوي ايه نصف ام في اف تربيع مينص نصف ام في اي سكوير ده عبارة عن الشغل يبقى هكده اوجدنا علاقة بين الشغل ومن وبين الضغط الحركة احنا عندنا في هذه الحالة دي عبارة عن نظيفة شغل وضغط الحركة وملاحظات مهمة يجب ان ناخد في الاعتبار يجب ان نختار وضع اول حاجة نختار وضع الجسم الابتدائي والنهائي ثم نرسم وضع الجسم العام موضحا عليه كل القوة المؤسرة عليه نحدد هذه القوة ثم نحسب الشغل المبزول بواسطة كل قوة في بعض الحالات قد تكون قوة او اكثر غير معلومة نرمز لها برامز معين يبقى اول حاجة احنا بنشوف وضع الجسم في الاول وضع الجسم الابتدائي والنهائي تمام ونرسب الجسم ونحط عليه القوة ده اسمه ايه ده عبارة عن مخطط الجسم حر اتنين نتحقق دائما من الاشارات بمعنى ايه لما تكون القوة في نفس اتجاه الازاحة يكون الشغل ايه موجب وقد ناقب كده وتكلمنا عنها ولما تكون القوة في عكس اتجاه الازاحة يبقى شغل ايه سالب وعندما تكون القوة عمودية على الازاحة يكون الشغل في هذه الحالة بيساوسف لان طبعا ما فيش ازاح نجمع الشغل اسمه بزول في كل قوة من كل قوة لإيجاد الشغل الكل اربعة بنحسب طغط الحركة الابتدائية والنهائية كواحد وكتنين ونوجد المعادلة ان الشغل الكل يساوي ايه يساوي الفرق في طغط الحركة النهائية ماينس الابتدائية اللي هو دلتك ايه تمام هناخد بعدين بعض الامثلة بس لما تكلم عن حاجة كده سريعة اللي هي القدرة القدرة هي عبارة عن شغل على زمن والقدرة تساوي الشغل المبزول مقسوما على الزمن لإيجاد لإنجاز هذا الشغل وحد القياس القدرة هي الوات وحد القياس الشغلة هي الوات طبعا هنا احنا ناخد بعض الامثلة عشان برضو نستوعب الموضوع عندينا مثال ناخد مثالك لو فرضنا انه الجسم بيتحرك وهذا الجسم كتلته هو اثنين كيلوجرام ام تساوي دو كيلوجرام اهي الجسم تتحرك بسرعة مقدرة كام يبقى فيه ثلاثة ام متر كل ثاني اذا استردت عليه قوة حتى اصبح السرعات هي خمسة يبقى ديه في اي في اف النهائية اصبحت بجد خمسة متر كل ثاني عايز يقوقي طاقة الحركة الابتدائية والنهائية والشغلة لازم تفزيل القوة مسافية منتهى البساطة السهولة البساطة كده هذه ضغط الحركة ابتدائيا كي واحد او كي اي ساوي نص ام في اي تربيع يساوي نص على الكتلة تو والفي اي بكام ثلاثة في ثلاثة في تسعة ثلاثة تربيع ده مع ذا يبقى ناين ناين ايه ناين جول ده عبارة عن ضغط الحركة الابتدائية طب طاقة الحركة النهائية كي تو تساوي نص ام بي اف سكوير يبقى نص والام باتنين والاف بكام بي اف خمسة خمسة كل تربيع وبدأ خمسة وعشرين جول احنا عايزين ايه عايزين نحسب الشغل الشغل عبارة عن اي بقى الشغل يساوي كي تو تغير في طاقة الحركة ناقص كي وان يساوي خمسة وعشرين ماينس تسعة ستاشر جول يبدأ عبارة عن الشغل المفزول الشغل ايه المفزول تمام في المرة القادمة ان شاء الله هناخد مجموعة من المسائل الاخرى عشان نقدر نستوعب موضوع الشغل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة